طلب عدد من المشرعين البارزين في الكونغرس الأمريكي بالإسراع لإقرار قانون يفرض عقوبات على الدول الداعمة للإرهاب بمختلف أشكالها وقد خصت قطر بالذكر لكونها داعما أساسيا للجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي وتضم هذه المجموعة من المشرعين واب من كل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو ما يؤكد أن الكتلتين الرئيسيتين في الولايات المتحدة قد توحدا على رفض السياسات القطرية التخريبية والطائشة التي دفعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى اتخاذ تدابير صارمة بحق النظام الحاكم في الوقت الذي يشهد فيه العالم حربا ضروسا على الإرهاب تشارك فيها العديد من دول العالم على رأسها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تزال بعض الأصوات تحاول أن تسوغ الدعم الذي تقدمه الدوحة للجماعات الإرهابية في المنطقة هذا الدعم القطري للإرهاب تجسد في عدة أوجه منها الدعم المالي المباشر للحركات المتطرفة على رأسها حماس التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي الإرهابي وأيضا حاولت قطر جاهدة لإيجاد غطاء شرعي لتلك التنظيمات المتطرفة عبر دفع الرشا وشراء ذمم بعض الشخصيات المتنفذة في المنظمات الحساسة ومنها منظمة الأمم المتحدة وردا على هذه الممارسات القطرية تحرك أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي للمطالبة بإسراع إقرار قانون يفرض عقوبات على الدول الداعمة للإرهاب على مختلف أشكاله وقد خصت قطر بالذكر لكونها داعما أساسيا للجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي وكشف موقع بريت بارت الأمريكي النقاب عن هذه المجموعة من المشرعين والتي تضم نوابا من كل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو ما يؤكد أن التكتلين الرئيسيين في الولايات المتحدة قد توحدا على رفض السياسات القطرية التخريبية والطائشة التي دفعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى اتخاذ تدابير صارمة بحق النظام الحاكم في الدوحة منذ يونيو الماضي واعتبرت هذه المجموعة من المشرعين الأزمة مع النظام القطري في منطقة الخليج العربي هي فرصة سانحة لإيقاف التمويل القطري للإرهاب وهي فرصة مثالية لإبلاغ قطر بأنه يتوجب عليها وقف تمويل حماس والتوقف عما تقوم به حاليا في غزة وبذلك يضيق الخناق أكثر على السياسة القطرية الهدامة والتي اعتادت على العبث بأمن المنطقة واستقرارها والتدخل في شؤون الدول الداخلية